طيب بالمناسبة عندي خصة اتمنى انها ما تكونش تقيلة على حضراتكم في اواخر الاربعينات جلالة الملك فاروق ملك مصر والسودان قرر انه يخفى عن كاهل المالية المصرية المالية المصرية كانت بتأجر اماكن علشان تبقى مثلا اماكن يروح المصريين يعملوا فيها اشغالهم يعني احنا اجر فيلا ولا مبنى كبير ولا اسرع علشان يكون مكان للمصريين يروحوا يخلصوا فيه وراءهم بتاع الجوازات بتاع الرخصات مش الرخص او او فقرر جلالته ان يخفف عن المصريين ويعمل مبنى واحد في كل الحاجات اللي الناس عايزاها كل المصالح الحكومية المبنى ده تعمل من 13 دور وفيه 1311 غرفة وكان علشان تشتغل في المبنى ده لازم تلبس كويس لانك هتقعد في قوضة في المبنى الفخم الجميل ده انت واحد او اتنين بالكتير هيكون ليك مكتب مخصوص وهتتعامل مع المواطنين المصريين فلازم تعملهم كويس حتى الساعي ليه لبس حتى العمال ليهم لبس معين مستوى نظافة عالي جدا حمامات والطرق وحاجة فخمة جدا فلازم تبقى على قدر من الشياكة انك هتشتغل في المكان ده والناس كانت بتفتخر واحد دهما يروح يخطب يقول لهم على فكرة انا شغال في مجمع التحرير المجمع اللي موجود في مدان التحرير ده عملته مصر الملكية مش مصر الجمهورية وتم افتتاحه ما بين سنة خمسين وواحد وخمسين وبدأت الناس تشتغل فيه علشان يخففوا عن المواطن بدل ما يقول له روح هنا وروح هناك وتعالى وهات لا كان المكان ده مجمع المصالح الحكومية المعروف اختصارا بمجمع التحرير صمموا دكتور مهندس محمد كمال اسماعيل مصري سنة واحد وخمسين والملك هو اللي كان امر بده ويحتوي على تسعة الاف موظف حكومي وبيتكون من اربعتاشر دور بالاضافة للارض يبقى اربعتاشر وتكلف مليون اتنين مليون جنيه ويتبنى على مساحة تمانية وعشرين الف متر ارتفاع وخمسة وخمسين متر وبيه الف تلتمية ستة وخمسين حجرة للموظفين وصورته اللي قدام حضراتكم مدان التحرير ومين ما يعرفش مدان التحرير فجأة قررت الدولة انها تطلع من مصر القديمة وقررت انها تعمل عاصمة ادارية جديدة نظام قرر كده فقال لك هنعمل ايه في مدان التحرير ده هنسيبه كده لا هنطوره واحسن حاجة نطوره نخليه فندق فبقالنا كام سنة بنفكر نطوره ازاي وندي المين فقلنا هنعمل مناقصة المهمة في الاخر ادوا التطوير عقد التطوير اللي هيكون للمجمع التحرير اللي هو بتلاتة ونص مليار جنيه ادوه لتلات شركات تحالف من تلات شركات شركة امريكية وشركتين من الامارات العربية والمتحدة واحدة من ابو ظبي واحدة من دبي السؤال هو الدولة والبلد اللي عندها الكفاءات دي كلها ليه بتدي عقد تطوير مبنى موجود بالفعل بقاله سبعين سنة واكتر ليه بتدي العقد لشركات تانية يعني هو الصعوبة في البناء طب انا عندي البناء البناء موجود تنظيفه بقى وتثبيته وتحويره ان احنا نحوره من مجمع حكومي للخدمات الحكومية الى فندق كبير ليه ما نقومش احنا بداه انا كمواطن مصري لما اسمع ان احنا الهيئة الهندسية بتعمل كذا الهيئة الهندسية بتعمل كذا الهيئة الهندسية بتعمل كذا تعالى 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 الاول بس هوريك الخبر اهو عشان تبعارف تحالف امريكي التطوير واعادة تأهيل مجمع التحرير باستثمارات ثلاثة ونص مليار طب احنا عملنا حاجات على القدر ده قبل كذا عملنا اهو افتتاح فندق تريامف تريامف ده يا جماعة تكلف مبالغ كبيرة جدا واحنا اللي عملناها ليه مش احنا اللي بنتطور ليه بنجيب شركات من برا ويبقى فيها عملية قريبة من عملية الرهن بصراحة الواحد بقى بيخاف بعد الحصر في مطار عنتيبي ده الواحد بقى خايف وخايف جدا من رهن اي اصول الدولة المصرية احنا ممكن نفقد اه اصول علشان كلام فاضي طب ما احنا نقوم به والتلاتة ونصف مليار دول بدل ما يطلعوا برا البلد ما يستمروا في استثمارات مصرية ما لما بتستفيد بهم شركات مصرية بيشتغل فيها مصريين احسن ما يروحوا لشركات اخرى غير مصرية عموما مصطفى مدبولي شهد الاعلان عن اختيار تحالف امريكي لتطوير المجمع هو مش تحالف امريكي هو مش تحالف امريكي هو شركتين امارتيتين وشركة امريكية اكتر من 3000 مشروع وتطوير 770 مركز بمحافظة بمركز ابو حمص ميه اللي هيعمل كده طب ليه احنا عندنا القدرة ان احنا نعمل حاجات دي كلها 300 مشروع ليه ما بنطورش احنا مجمع التحرير ما تفهمش اجرى اللواء هشام امنى محافظة بحيرة جولة تفقدية بمركز بمحمص لمتابعة الاعمال الجاري تنفذها تحت اشراف الهيئة الهندسية القاتل المسلحة ضمن مبادرة حياة كريمة اللي هيعمل فيها المشاريع دي كلها ليه سؤال لسه مصر افهم ليه تلاتة ونصف مليار يدفعوا لشركة اجنبية او لتلات شركات اجنبية طالما الهيئة الهندسية او الشركات المصرية ما بتقدر تقوم بالدور ده ليه ما بتعملوش قرسكم ليه ما بتعملوش شركات مصرية طيب عموما عشر مشروعات لسندوق تحية مصر واستكمال اربع اخرين هيا الهندسية عندها انتاجة هوا شغالة جامدة هوا اه يتكون الكلام ده امتى يا جماعة ده ستة اتناشر واحد وعشرين يعني الكلام ده يعني الاسبوع اللي احنا فيه ده اه يتكون من احداشر رصيف بطول الف مية وتمانين متر تفاصيل مشروع مارسل اقصر مارسل اقصر احنا برضو اللي بنعمله احنا عندنا القدرة نعمل المشاريع الجميلة الكبيرة دي اه وما عندناش القدرة نحنا نطور ميدان مجمع التحرير اللي موجود بالفعل كلام ده يا جماعة خمسة عشر احداشر ازا انا حاجاتكم شايفين ليه انا دلوقتي بقول مشاريع اه فيه مشاريع كويسة بتتعمل طب احنا ليه بندي فلوسنا لحد برا واحنا عندنا القدرة ان احنا نعملها عموما هنقول او مش هنقول ولكن اه اه رئيس الوزراء مصطفى مجبولي اه شهد الاعلان عن اختيار تحالف امريكي لتطوير المجمع وانا بعيد وبكرر هو مش تحالف امريكي ولا حاجة هو تحالف ما بين شركتين امارتيتين وشركة امريكية حيستثمروا تلاتة ونصف مليار جنيه وقال لك الاتفاق هالا السعيد بتقول الاتفاق مع المستثمر عالمي يعكس استراتيجية السندوق السيادي في استغلال الاصول لتحقيق اعلى عوائد ياريت يكون اعلى عوائد وياريت يكون استثمار ما يكونش حاجة تانية ايمن سليمان الرئيس التنفيذي للسندوق السيادي بيوضح شكل العقد وانه حق انتفاع لصالح سندوق تحيا مصر علشان نبقى عارفين العقد اللي اتوقع ايه شكله وايه محدداته خلونا نسمع من ايمن سليمان الرئيس التنفيذي للسندوق السيادي المصري المتحالف ده في مجموعة اكشفرد مجموعة جلوبال فانشورز وجلوبال فانشورز ده مطور عقاري عنده نشاطات في اوروبا وفي امريكا واول مرة يدخلوا السوق الاشخاص الاوسطي ونفشوا مصر لاول مرة وفي التحالف ده في مجموعة العطيبة ده مكتب استثماري نشاط استثمار بيديروا محفظة عائلات العطيبة وهم من دولة الامارات التنفيذي فده المكون اه تكتون التحالف اللي تم تسكي عليه شكل الاصاري ده تعمل هو اه حق انتفاع طويل الاجب طبعا ملكية المجمع بتفضل مع صندوق مصر السيادي والمطور العام بيخش بدخل استثماراته للتطفير مقابل اه مدفوعات لسندوق مصر السيادي بالنظير استخدام المبنى وطبعا لينا نسبة كشريك فيها نسبة من الايراضات والاربع طيب احنا بتقالينا مشروع سيادي وتابع لجهاز السيادي ومشروع طويل الامد يعني هو حق انتفاع طويل الامد هو مسألة حق الانتفاع مش سيئة بس المشكلة فيه موضوع طويل الامد ولماذا لم تقم الشركة او الشركات المصرية بهذا المشروع حوضا عن شركات امريكية او شركات اماراتية بيقولك لسه الاول مرة يجو الشرع الاصل